كلمات جلالته في الذكرى الأولى لحادثة الكرك الإرهابية تأتي في وقت يعتز فيه الأردنيون بالبسالة والشجاعة والصمود التي تقف في وجه كل المحاولات الإرهابية التي تحاول المساسة بأمن الوطن واستقراره متنبهين للمخاطر التي تحيط بالأردن عام مر والحزن لم يزد الأردنيين إلا شجاعة وصمودا لحماية وطنهم أزدل العام الماضي ستاره بالسواد مودعا تسعة من أبناء الوطن من الأمن العام والدرك ومواطنين راحوا ضحية اعتداء إرهابي في محيط قلعة الكرك جنوب المملكة ففي إحدى الشقاق السكنية في القطرانة في محافظة الكرك سمعت أصوات غريبة وحدث تبادل لإطلاق النار أسفر عن استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخر فيما تمكن الإرهابيون من الهرب نحو قلعة الكرك مستخدمين سيارة البيك أب الخاصة بصاحب الشقل التي كانوا يسكنون فيها اشتعلت الأحداث في قلعة الكرك الأثرية وتحصن بها أربعة مسلحين بعد أن هاجموا دوريات للشرطة ومركزا أمنيا اشتبكوا مع الأجهزة الأمنية نحو سبع ساعات قبل أن تقتلهم قوات الأمن وتعلن عن نهاية العملية الأمنية مسفيرة عن استشهاد عدد من قوات الأمن والدرك ومواطنين بالإضافة لسائحة كندية وإصابة خمسة عشر من عناصر الأمن وتسعة عشر مدنيا بينهم أجنبيا وبعد هجوم الكركي بيوم واحد اعتقل ممول الهجوم في مداهمة لمنزله أدت إلى مقتل أربعة من رجال الأمن وأحد العناصر ثم جرت عمليات توقيف لعدد من المشتبه بهم لاحقا وفي شهر نيسان من هذا العام أحالت محكمة أمن الدولة تسعة إرهابيين إضافة إلى اثنين فارين من وجه العدالة إلى محكمة أمن الدولة حيث تم توجيه تسع عشر تهمة للإرهابيين في هذه القضية تأراوحت بين القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك والقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة وذخائر والقيام بأعمال إرهابية أخرى ألحقت أضرارا بمنشآت عامة وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة بغرض القيام بعمل إرهابي والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر والنحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهمين نصبوا أحدهم أميراً للخلية واشتروا أسلحة ومواد متفجرة ورصدوا مواقع لتنفيذ هجمات فيما روج اثنان منهم لأفكار عصابة داعش الإرهابية أربعة إرهابيين ربطت بينهم علاقات أسرية فمنهم اثنان أخوة ومنهم أقارب جندوا بعضهم البعض لاستهداف عدة مواقع في الأردن بغرض شن عمليات إرهابية هزت نفوس الأردنيين وجمعتهم على قلب رجل واحد لمحاربة كل أشكال الإرهاب